الساحات يلي أو الشوارع يلي يلي بدأ ينعمل فيها مظاهرة ضد النظام كانت مالة محمية أبداً في حين كانت المسيرات المؤيدة محمية هذا الشي بيخلق فارق وهذا الكلام اللي قلته لا تخلقوا هذا الفارق بين الجهتين ليه؟ هدول سوريين وهدول سوريين هدول حابين يتظاهروا ضد يطلعوا يتظاهروا ضد هدول حابين يتظاهروا يعملوا مسيرة تأييد يطلعوا يعملوا مسيرة تأييد تركوهن خلوا الحالة سلمية ليش؟ ليش هدول المعارضين لما عم يطلعوا كانوا عم بيتقتلوا كانوا عم بيتقنصوا ليه؟ شو السبب؟ شو نقصا؟ شو بتميز الطرف التاني عن هذا الطرف؟ في طرف تالت ممكن يكون بيعمل فتنة بين الطرفين ولا كانوا بيتقوصوا زي ما بتقول من النظام يعني؟ أنا ضد نظرية الطرف التالي في سوريا في أطراف ما فيش طرف واحد مؤخرا صار في أطراف أنا عم حاكيكي عن الست شهر الأولى تأبخالي نفسك